السلام عليكم المجد والخلود اشتركوا في القناة امام الفرنسيين اللي حقروه باريس ان جرمى الفين وعشرة مارسي وين حقراته وين رجع فرنسا باكملها تحت رحمة ارجوله هذا هو اللعاب ليكون كبير وينتقم في سكوت تام يعني بدون ضجيج ينتقم بدون ضجيج هذا هو رياض محرز يحطم رقم قياسي ويدخل التاريخ ويدخل التاريخ كرة القدم الجزائرية يتخل لا يمثل الكرة الجزائرية كان في رايستر سيتي مش يجب راحن فرض عليهم باش يزيد يسنيه معهم فرض عليهم باش يجيبوا سليماني هو حل البيبان للجزائرين كانوا كينين جزائرين يلعقوه في انجليز بصح ماشي كما الجودة تع رياض محرز يعني رياض محرز ما هيش قانتيتي اللعب التعوه ما هوش تعليه قانتيتي جودة يعني كاليتي وينفتح أبواب للعارب كل يعني وين الصلاح الزياش لأيت النوري بزيب لعابة وين من نسيوش غازل من نسيوش إسلام سليماني يعني كاي لعابين إن شاء الله بربي وكاي لعابين إن شاء الله يزيدوا يتقلقوا باسم رياض محرز وينتما كان الجزائري رياض محرز نجم منشيستر سيتي الإنجليزي من هز شيباك فاريس الجرمان الفرنسي مجددا في إياب نصف النهائي دور أبطال أوروبا لعاب الدولي الجزائري سجل هدف الفوز السيتي بهدفين لهدف في ذهاب على فريق فاريس الجرمان قبل أن يعود ويحرز محرز هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد 11 دقيقة فقط على بداية اللقاء والهدف الثاني في الدقيقة 63 من اللقاء وانأنهى حلم وحطم حلم الفرنسيين ونيمار ونوصل محرز إلى هدفه العاشر في الدور أبطال إذ أحرز مع فريقه السابق ليستر سيتي أربع أهداف في البطولة قبل أن يوضيف إليها ست أهداف أخرى بقاميس السيتي وذلك خلال 33 مباراة مع كل فريقين قبل أن يوضيفه لأنهى سيكون وإنهى سيكون أحرز سيكون لأنهى سيكون ليستر سيتي ومعه منشيستر سيتي يعني يتجمعوهم مشوار وما زال يجي للعب العام الجاية ولا يلحق عشيبونت وأصبح محرز هداف تاريخي للعابين الجزائريين في بطولة دور أبطال أوروبا في نسختها الجديدة متجاوز كل مواطنيه وتجاوز صاحب 30 عام مجموع أهداف مواطني ياسين إبراهيمي لعاب بورتو البورتغالي السابق الذي توقف راسده في بطولة عند 8 أهداف خلال 35 مباراة ليتراجع للمركز الثاني في القائمة وكاين موناها كيسموه صفيان في غولي فانيك صفيان في غولي فانيك فانيك كان عنده يعني التاريخ فانيك في المنشيستر سيتي وين المحرز يعني وين غادي محرز غادي يلعب ضد تشيلسي وين يضرب موعد لتشيلسي وين محرز يصطدم يعني وين تصدر نقولوا بلي محرز وين تصدر وجهة الصحف العالمية بعد قهره باريس الجرما الفرنسي وين تصدر النجم الجزائر محرز عنوين أكبر الصحف الرياضية العالمية مباشرة بعد قهره نادي باريس الجرما صهرت أمس ثلاثاء في إياب نصف النهائي دور أبطال أوروبا وجاءت الإشادة باسم قائد منتخب الجزائري رياض محرز بعد تسجيله ثنائية شخصية قادة بها ناديه منشيستر سيتي الإنجليزي للعب النهائي المنافسة دور أبطال أوروبا أول مرة في تاريخه وعنوانت صاحب الدانسان البريطانية مقالها عن مبارة نادي السيتي والبيازي بضربتين طاضيتين قادة محرز ناديه منشيستر سيتي إلى النهائي دور أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه أمام تشيلسي وحصل محارب صحراء على حصة الأسد في مقال دانسان التي فضلت وانفصلت بالأرقاب وتفاصيل الدقيقة في كل ما فعله محرز أمام رفقاء النجم نماغ نقول بليل وانرياض محرز وانلعاب وكتب دانسان دانميل بعنوان عريض وصل منشيستر سيتي إلى النهائي دور أبطال أوروبا للمرة الأولى بفضل ثنائي رياض محرز السبب الرئيسي كان هو السبب الرئيسي في فوس فريقه فريق مدرب بيبواردولا بشكل مريح على باريس انجارما بنتيجة أربع أهداف من مجموعة مبارتين بعد أداء رائع يعني وينمركا ثلاث أهداف وقالت صاحبة ميرو البريطانية الواسعة الانتشار إنه لا يمكن تغاضي أبدا عن قرية رياض محرز بعد أن أصبح الفتاة المذهل يحتل صدارة أفضل لاعبين منشيستر سيتي وفيما قال مطول عن ما فعله المحارب الصحراء أكدت صاحبة ليكيف الفرنسية أن محرز تألق أمام كاتبة باريزية من أجل تأهيل ناديه منشيستر سيتي إلى النهائي إسطنبول ونوصفت صحيفة فرنسية اللعاب الخض بمحارب الرشيق الذي أكد من خلال هدفه في مباراة الإياب نصف نهائي أما أنه يمر بموسم الأفضل له في مسيلته منذ وصوله إلى النادي الأزرق السماء وخصصت ليكيف السحب الإلكتروني للجماهي تختار تنقية للمحرز وإكار مهاجم بياسي حيث سحق النجم الجزائري خسمه الأرجنتيني بتنقية ثمانية مقابل ثنين اعتبر موقع شبكة قنوات بياس بور أن رياض محرز فك عقدة المدرب الإسباني غوارديولا وقاد ناديه الإنجليزي للعب النهائي دور أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ولم تستطيع غلبية المواقع الإلكتروني والصحف أن تمر مرور الكرام على ليلة تألق بها النجم المنتخب الوطني الجزائري وصنع فيها تاريخ شخصي وتاريخ لناديه إنجليزي منشيست سيتي وتاريخ لمنافسة دور أبطال أوروبا وتاريخ للجزائر يعني العاب وين قلوب وين وين قدم يعني وين أصبح يقدم الكثير والكثير للكرة القدم الجزائرية و الكرة القدم الجزائرية يعني و ناديه منشيستر سيتي خاصة شاهدنا كيفاش رياض محرز وين نقولو بلي وين أهتيريك وين غوارديولا يعني وين تغنى بيه غوارديولا وين نقولو بلي حتى الفرنسيين تحت صدمة محرز عبث بالبياس يعني وين نقولوها وين عاودوها بإفتخار وين محرز يعني وين وين أكدت صاحبة ليكيب فرنسية التي نقولو باللي التي اختارت محرز كأفضل لعاب في مباراة أمس ثلاثة أن الجزائر تلعب بمدافعين بياس يوضي الله لخرجهم من بارتيا كما أن الرياض كان قارب من تسجيل هاتريك التاريخية وقدم مردود دفاعي مميز أداءه في هذه المباراة يدل على العلم كعبه في نفس سياق أكدت صاحبة فرنسة أن محرز يعيش أفضل موسم له منذ التحاقه بالبطولة الفرنسية يعني وان قلوب الرياض محرز وان لعاب لأصبح يعني يلعب بكل قلوب بكل التياحية يعني وان تلقى الإشادة الكبيرة من طرف النقاد يعني محللين عشاق للفنيات خاصة وان اعتلاف كبير لرياض محرز وانتشوف كيفاش الكل معترف برياض محرز حتى الفرنسيين يعني نعرف بلي الإعلام بتاعهم والفرنسيين منافقين لكن اعترفوا برياض محرز هذا صحيح اشتركوا في القناة